اهلا بكل متابعي الشوط الثالث في كل مكان وحييكم عبر الشرقية وعلى الهواء مباشرة نأخذكم كالمعتاد إلى أهم المتابعات الرياضية والتي نبدأها من تعاقد اتحاد الكرة مع المدرب الإسباني خوسيس كاساس الذي يمتد لأربعة مواسم متتالية المدرب الإسباني سيباشر بمهمته مع مباريات المنتخب العراقي الودية اللي رح يخوضها أمام المكسيك والإكوادور في مدينة جيرون الإسبانية تعالوا لنتعرف عبر هذا التقرير على السيرة الذاتية لمدرب المنتخب الإسباني جوسيس كاساس بالتقرير الذي عنده القسم الرياضي قراءه الزميل علي محمد أخيرا وبعد طول انتظار تعاقد اتحاد الكرة العراقي مع المدرب الإسباني خوسيس كاساس مدربا للمنتخب الوطني لعقد يمتد لأربع سنوات وللمدرب الإسباني سيرة جيدة مع المنتخب الأول وعدد من الأندية الإسبانية كاساس من مواليد 1971 بدأ محبا للكرة ليتدرج نحو العمل في التدريب عندما انطلق برحلته الأولى مع شباب قادش في العام 2003 ثم تختاره لدارة ليكون مديرا رياضيا للفريق الأول وبعدها مدربا مساعدا لفريق نادي قادش الثاني وجاءت فرصة أخرى لخسوس كاساس عندما عمل مع فريق إبار في العام 2010 محللا لمباريات الفريق حتى العام 2011 الذي شهد انتقالة كبيرة بالعمل مع نادي برشلون الإسباني بصفة محلل لمباريات الفريق ثم كشاف لللاعبين وحتى العام 2017 ليعود من جديد للعمل مدربا لشباب نادي قادش فريقه الأول الذي انطلق منه صوبا نجومية ثم عمل مرة أخرى مدربا مساعدا لنادي واتفورد الإنجليزي في العام 2018 بصفة مدرب مساعد لخاف جراسيا لينتقل بعدها بموسم واحد للعمل في الكادر التدريبي الأول للمنتخب الإسباني برفقة زميله المدرب الريكي الذي قاد نادي برشلونة والمنتخب الإسباني لسنوات طويلة اختير مدربا أولا للمنتخب العراقي لقيادته في العام 2022 لعقد يمتد حتى العام 2026 شكرا للزميل علي محمد نتمل الموفقية والنجاح إلى خوسيوس كاساس هذا المدرب الذي عمل مع أنيركي مدربا للمنتخب الإسباني كذلك عمل محللا ومشرفا على إعداد اللياقة البدنية في عدد من الأندية الإسبانية وعامل موسما واحدا مع الدور الإنجليزي نتمنى الموفقية والنجاح إلى المدرب الجديد انتهت مباريات الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى للدوري العراقي سادة الأحبة بعدد من النتائج الجيدة والرائعة لا سيما العلامة المميزة وفريق الحدود والنتائج الكبيرة للتفكير بأهم نتائج الأسبوع الخامس الكرخ يتغلب على كربلاء بهدف نظيف الصناع يتعادل سلبا مع القاسم الديوانية يتعادل مع النفط بهدفين لمثله الشرطة يتعادل مع نفط الوسط بهدف لمثله زاخو يخسر أمام النجف بهدف دون رد ونفط ميسان يخسر بأربعة هداف أمام الجوية على أرضه نوروز يخسر أمام الزوراء بأربعة هداف لهدفين نفط البصرة يخسر أمام الكهرباء بهدفين لهدف ودهوك يتعادل سلبا مع أربيل ثم الحدود يواصل تألقه ويتغلب على الطلبة بهدفين دون رد الموقف أصبح كالتالي الجوية بالمركز الأول 13 نقطة الزوراء ثانية 12 نقطة الحدود ثالثة 11 نقطة الشرطة الرابعة 11 نقطة الكرخ خامسا بعشر نقاطهم ونفط ميسان الطلب دهوك نوروز النجف الكهرباء نفط الوسط نفط البصرة كربلاء القاسم زاخو أربيل النفط الديوانية وآخيرا الصناعة بنقطة واحدة طبعا كل الأمنيات القلبية لجميع الأندية بالموفقية والنجاح نذكركم بأن منافسات الدول العراقي توقفت بالكامل لمدة شهر كامل منها تهيئة الملاعب لعادة رشي البذور والصيانة وهاي طبعا لا صايرة ولا دايرة بكل الملاعب دورينا صار لأقل من ثلاثة سابع من بدء والعذر الآخر هو مباريات المنتخب الوطني اللي إحنا أساسا بدينا متأخرين لأن بدينا بشهر عشرة وبالتالي يعني نوقف شهر وإحنا عدنا كل فريق يلعب 38 مباراة وما أدري يعني كتب علينا أنه إحنا بالحرارة وبتموز يلا ينتهي الدوري ما أعرف عموما عموما مشاهدين الأحبة تعوتهم دائما أن نناقش بعض الحالات الملفتة للنظر اللي تحدث خلال أروقة الرياضة العراقية اليوم رح ناخذكم إلى حالة ربما هي جديدة على الجمهور الرياضي العراقي بكل أسف أتحدث عبر هذا البرنامج عن هذه الحالة لبعض المحسوبين على جمهور الزوراء اللي اعتدوا على لاعب محترف في نادي نوروز وفي ملعب الزوراء بعد تلقيه الكارت الأحمر وطرده من قبل حكم المباراة في المباراة اللي جمعت نوروز والزوراء واللي انتهت بأربعة أهداف لفريق الزوراء مقابل هدفه لنوروز رح نشاهد هذه اللقطة الاعتداء السافر على لاعب محترف يلعب في صفوف الدوري العراقي وهذا الحكم محمد سلمان يشهر البطاقة الحمراء بوجه اللاعب لكن ما رأينا تصرف بعيد كل البعد عن الخلق الرياضي لبعض المحسوبين على جمهور الزوراء هذا الجمهور المحترم هذا الجمهور العريق اللاحظة هنا نشوف قنان المياه بدأت ترمى على اللاعب وهذه اللي انضربت بوجهه ويعني لله الحمد يعني ما حدث إصابة نعيدها مرة أخرى عيب وهاي ظاهرة خطيرة بعيدة عن جمهورنا الكريم العزيز لا سيما جمهور الزوراء هذا الجمهور الرائع يعني نشوف حتى لاعب الزوراء البرازيل المحترف اللي يطلب من الجمهور أو بعض المحسوبين على جمهور الزوراء إيقاف الاعتداء السافر هذا الاعتداء اللي ما يمثل الكرة العراقية جمهور الزوراء اللي يتغنينا بمثاليته وتشجيعه الرائع وأغانية الجميلة التي تطلق بحب فريقه نشوف هذا الاعتداء بعيد كل البعد بكل أسف بكل أسف لاعب ضيف في بلده الثاني ويلعب في فريق لذلك هذا الاعتداء مرفوض وأترك هذه الحالة الشاذة إلى لجنة المسابقات ولجنة الانضباط واتحاد الكرة وإيضا إلى رابطة جمهور الزوراء اللي أوجه لها التحية والاعتزاز اللي بالتأكيد ما رضت على تصرف البعض من المحسوب على جماهير الزوراء نتمنى ألا نرى هكذا حالات في دوريني دوري الكرة الممتاز ما عندي شيء أعلق عليه لأنه اللي أريد أقوله وصل عبر هذه الصورة لكن عيب وأرجو من اللي اعتده أن يتحلى بمثاليته وبعراقيته لأن إحنا معروفين إحنا بلد الكرم إحنا بلد الضيافة إحنا بلد مضياف إحنا دائما نحمل شعار العراقيين يا ضيفنا زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزلي هذا الاعتداء لا يمثل جمهور الزوراء أنا واثق كل الثقة أيضا أخذكم إلى حالة أخرى ربما ابتكرها متعهد بيع تذاكر مباراة نفط ميسان والجوية اللي انتهت لصالح الجوية بأربعة أهداف مقابل هدفين في ميسان الحبيب الغالي قبل ساعة صعد المتعهد على تلة وبدأ يبيع التذاكر على الناس وإحنا في العام 2022 هذه الظواهر اللي تشاهدوها مشاهدين الأحبة والله أنا أحسها دخيلة وبعيدة عن الانضباطية عن المثالية يعني ما معقولة ترى جمهور يلتم على بائع تذاكر زيان وين الأكشاك وين الأماكن المخصصة يعني ما عرفنا إحنا ببيع التذاكر في أماكن تليق بجمهورنا واحد صاعد على كسر مالطابوك والله صاعد على تلة والله معروف إيش يا جماعة هاي الفوضى عيب هاي الفوضى والله العظيم معروف وين أخليها بيا خانة مع هذا الجمهور العراقي محب ويتحدى كل الصعاب اللي يتواجهه يتحدى درجات الحرارة إن كانت باردة وإن كانت حارة لذلك أتمنى من كل المتعاهدين أن يحترموا الجمهور الكريم وأن يخصصوا أماكن تليق بالجمهور بيع التذاكر مو بهاي الأماكن الآسنة الأماكن اللي الحقيقة ما تليق بجمهورنا ولا بنادينا في الميسان ولا بيعراقينه فهاي وحدة من الظواهر أيضاً اللي أخليها أمام أنظار من يهمه الأمر يعني عسى أن نجد الحلول وهاي طريقة تبيع التذاكر يمكن رح يستفيدون من عدها في البوندس ديجة أو في الدوري الإسباني لأنه في الطريقة رائعة جداً نصعد على كسرية ما تطابقون بيع التذاكر والله عيب والله عيب يعني شريد نحشو شريد نقول سادتي الأحبة نستمر معكم بالتعرف على آخر الأحداث الرياضية ونذهب هذه المرة إلى ذيقار الحبيبة اللي احتضنت منافسات بطولة أندية العراق بالدراجات الهوائية إذ اختتمت في ذيقار العزيزة بطولة أندية العراق بالدراجات الهوائية بمشاركة واسعة لأندية الوسط والشمال والجنوب والفرات الأوصب منسق الاتحاد ساجد سليم أكر للشوط الثالث أن البطولة جرت بإشراف اتحاد اللعبة بالتنسيق مع الاتحاد الفرعي في ذيقار وبينهم النتائج المتقدمين أسفرت عن فوز نادي الصناعة بالمركز الأول ويعد تتوج الصناعة للمرة 13 بتاريخها على التوالي بينما جاء نادي الحجد الشعبي ثاني وكوية بالمركز الثالث وأسفرت نتائج فرق لاعبي تحت 23 عام تتوج الحدباء بالمركز الأول دهوك بالمركز الثاني والصناعة ثالثا وإشارة سليم إلى أنه في نتائج فئة الناشئين أحرز الرفاعي المركز الأول ودفاع الجو ثاني وأربيل بالترتيب الثالث وأسفرت نتائج السيدات عن حصول فريق نوروز على المركز الأول وأربيل ثاني ثم العظمية جاء بالمركز الثالث نبارك لنادي الصناعة ونبارك لمدربه وليدارته وشكرا لساجد سليم على هذه اللقطات اللي وصلت للشوط الثالث سادتي الأكارن اليوم عمومية اتحاد كرة اليد أقامت مؤتمرها الانتخابي لغرض انتخاب هيئة إدارية جديدة تقود اتحاد الكرة إذ جرت في بغداد وقاع المؤتمر الانتخابي لعمومية اتحاد كرة اليد العراقي بمشاركة جميع أعضاء الهيئة العام وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الدكتور أحمد رياض برئاسة الانتحاد العراقي لكرة اليد لدورة انتخابية أمدها أربع سنوات وحصل العبيدي على ثقة أعضاء الهيئة العامة ليكون رئيس الانتحاد اللعبة خلفا للسابق محمد العرجي العبيدي حصل على 23 صوت مقابل 14 صوت لمنافسة محمد العرجي مراسل الشوط الثالث أفاد أن رياض تمكي من الفوز برئاسة الانتحاد بعد أن جمع 23 صوت من أصل 38 بعد إبعاد نادي الإسكان فازت إيلا خورشيد ممثلة عن العنصر النسوي وكاظم كامل وحيدر سكر ورعد رمضان ورضا جاروش وكاميران حسن سبقه ليحمد العبيدي أن شغل منصب وزير الشباب في حكومة عادل عبد المدية عام 2018 وكان لاعبا في المنتخب الوطني العراقي بكرة اليد في الثمانينيات أرقن الماضي ثم عمله مدربا لفريق كرة اليد مبارك لأحمد رياض مبارك لعمومية اتحاد اليد مبارك هذا الاتحاد الجديد الذي نأمل منه كل الخير وحظ أوفر للي ما حالفهم الحظ لأن كانت هناك كتلتين نتابع هذه اللقاءات اللي أجراها أمحمد الخفاجي من داخل أروقة الانتخابات والله على رغم الحساسية الدقيقة وهي أول عملية انتخابية دار بالقوام المغلقة لكن كانت ممتازة والحمد لله وشكور مثل ما قمنا كان الخلاف على قدر صندوق الاقتراح ما بعدها سنرجع أسره متكاملة إن شاء الله بتعمل من أجل النجاح إن شاء الله هاي بحدي هاي بكرة يعني هاي هي انتخابات لازم واحد يفوز واحد يخسر يعني يكون روح رياضية بالموضوع الحمد لله بس ما هنيت الفائز لا هنيتها هنيتها لا زين شفناك تعترض يعني اعتراضات كثيرة شو نصروا الاعتراضات اعتراض اللي جنة تطلعون غير غير مؤهلة يعني غير حيادية طيب انت اشتركت بالانتخابات ما تشنو تعرف ان اللي جنة غير حيادية ما شلسة وبعدها كمشرف هو ممشرف اتحاد شنو الجراءات القادمة ان شاء الله يصير الخير ان شاء الله ان شاء الله يعني بالنسبة للسنة ركري الخاصة انا ما مقتنع به لان احتمال اكو الطرف الثاني او هذا الطرف اكو شخص انت تقدر انت تقدر تجيبه وما مقتنع به القائمة المغلقة تكون مغلقة يعني خلاص انت بس الحمد لله وشكرهما بعد من تفقينك هي عامة وانت اي موضوع شكرا لكل المتحدثين اعود و اكرر تهاني القلبية للفائزين هضو اوفر للخاسرين و ارجو ان نلتفت لغرض بداء اتحاد اليد بمنتخباته نمتلك قاعدة واسعة و رح نكرس حلقة ان شاء الله قريبا عن اتحاد اليد سادتي الاحبة موضوع في غاية الاهمية اليوم رح نفتحها وهو التألق الرائع لنادي الحدود هذا النادي الذي عاد بسرعة لمصاف الدوري الممتاز بعد ان هبط اثراريا لموسم واحد فقط في مباريات دوري الدرجة الاولى الحدود يحتل المركز الثالث بنهاية الاسبوع الخامس من الدوري الممتاز بعد ان حقق يوم امس فوزا رائعا على الانيق الطلاب بهدفين دونرد والان يحتل المركز الثالث برصيد دعش نقطة للحديث عن النتائج الكبيرة والمفاجآت اللي ظهر بها فريق نادي الحدود يسعدنا ان نرحب بضيفنا الكريم من سر الهيئة الادارية لنادي الحدود ومشرف كرة النادي الكابتن حازم تيموز مرحبا بك استاذ حازم ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية اهلا وسهلا حبيب استاذ محمد ولا جميع مشاهدي برنامز الشوط الثالث من قناة الشرقية يعني نبارك لكم هذه الانجازات وبالتالي عيننا باردة وندق الخشب ونبارك لكم ارتقين اليوم نناقش الظهور الرائع لاننا دائما نبحث عن الانجاز ونبحث عن المستوى الجيد ونناقش هذه هي الامور ارجو ان تبقى معي استاذ حازم بعد هذا التقرير اللي عد زيد السراج عن النتائج الرائعة لنادي الحدود في الدولي الممتاز ابقوا معي ثالثا في جدول الترتيب بعد ان عاد من دور درجة الاولى بقوة هذا الموسم فريق الحدود بكرة القدم بدأ قويا منذ البداية ولم يمنى باي هزيمة حتى نهاية الجولة الخامسة خلطة سحرية للمدرب عاد النعمة ودعم ادارة النادي ذهبت بالفريق الى المربع الذهبي حتى الان وبأداء مميز ونتائج اختتمت يوم امس بفوز كبير على انيق الكرة العراقية الطلبة بهدفين نظيفين فماذا يحتاج فرسان الحدود لكي يستمروا بمشوار الدور الطويل على هذه الوتيرة وصولا الى النهايات وهل بمقدور الحدود ان يكون منافسا باقيا ضمن الاربعة الكبار ام انه سيرضى بالبقاء في المناطق الدافئة بعد ان ذاق لوعة الهبوط وما بين الواقع والطموح تبقى نتائج الجولات المقبلة معيارا حقيقيا للفريق لتفصح عن مستواه بشكل دقيق زيد السراج لبرنامج الشوط الثالث شكرا زيد على هذا التقرير اعود مرة اخرى ليحاور ضيفي الكريم واجدد التبريق مرة اخرى كابتن حازم على النتائج الرائعة وعلى الظهور المتميز اللي يفاجئ الجميع الحدود يعود بقوة ومن اوسع الابواب للبقاء في المربع الذهبي ما الذي حصل كابتن حازم مثل ما تعرفه استاذ محمد تعرف فريق الحدود الموسم القبل الماضي هبط لدور الدرجة الاولى اعتقد كان الهبوط صعب علينا كمجال ادارة لكن عملنا واجتهدنا والحمد لله والشكر رجعنا الى الدور الممتاز وبشخصية اكبر وحراز لقب دور الدرجة الاولى هذا اضافنا الكثير عملنا خلال الفترة التعاقدات والفترة السابقة انه نكون هناك فريق مميز يظهر على خرطة الدور العراق مثل ما تعرف هذا الموسم موسم 22-23 موسم صعب جدا على جميع الفرق لان هناك جودة بالملاعب حضور الجماهير بالاضافة الى صعود فرق المحافظات اللي فرق الجماهرية هذا ما اجي من وليد لازم يحتاج الى تخطيط لازم تحتاج الى عمل لازم تحتاج الى رؤية بعد السلام وتسمية توعادة الثقة بالكابتن عاد النعمة والتجهيد الموسم ثاني عملنا انه نكون نكون فريق يكون فريق الوعدة الوكعب في المسابقة الى شخصية داخل الملعب الحمد لله شكر نجحنا باستقطاباتنا مميزة كانت تقريبا من 18-19 لاعب اضافة حقيقية لفريق مع المحترفين الخمسة الاجانب والحمد لله شكر وفقنا بهذا الجانب نقطة تحسب لكم كابتن حازم انكم ابقيتم على المدرب اللي اهلكم من الدوري الدرجة الاولى الى الدوري الممتاز وهذه طبعا يعني اتمنى ان تخطو ادارات اندية كثيرة هذه الخطوة وان يحذو حذو ادارتكم اللي اصرت على ابقاء عاد النعم اللي اوجه له طبعا التبريكات والتهاني ولو يعني احنا زعلانين علي 24 ساعة غالق تليفوني ادري تغلق تغلق تليفونك تتصدر تغلق تليفونك زياني شو وقت تفتع تليمونك حتى تنهنيك لذلك يعني خطوة رائعة تحسب لكم استاذ حازم الابقاء على المدرب وخلق حالة الاستقرار والان تجنون ثمار ما خططتم له لذلك احبيت اهنيكم على هذه الخطوة مثل بتعرف استاذ محمد انت من تكون عندك ايمان مطلق بقدرات المدرب والكاتل عاد النعمة واحد من الكفاءات التدريبية المميزة واحد من المدربين الشباب الطموحين اللي خبرته كانت مميزة خلال العشر سنوات وتمان سنوات على خارطة الدور العراقي تعرف كانت عدة اكثر من تجربة خصوصا معناها لحدود بضافة الى استلام عدة فرق نقطة الوسط الصناعات الكهربائية كذلك عمل مع فرق الطلب بفترة محدودة لكن هناك عوامل نجاح من يكون هناك فكر هناك مثل ما تقول واقعية بالعمل استراتيجية بالعمل البرنامج التدريبي نوعية الاستقطابات والجودة هناك رح تكمل القيمة الفنية المدربة اعتقد كابتن عادل واحد من المدربين المميزين استطاع خلال فترة قصيرة ان يعيد نادي الحدود الى الدور الممتاز وبلاقب بالاضافة الى هذه البداية خلال الجولات الخمسة الاولى هذه ما رح نتوقف عدتها ان شاء الله نكون ان شاء الله قادمنا افضل وانا اكرر اعتذاري عن الاخ الكابتن عادل نعمة اذا سوا انغلق تليفون او لا وان شاء الله رح يكون بأي لحظة الضيف عندك وانت حاضر سيد محمد يشرف في اي وقت ومرحبا بي وعلى سبيل الدعاء انه احنا دائما من خلال متابعتنا نحب نهني المدربين الشباب وعادل نعمة شخصية رائعة ومدرب واعد والحقيقة الى بصمة والان احنا نشاهد تعلق مع بقية المدربين الشباب اللي يوجه لهم التحية لؤي صلاح ولي كريم احمد صلاح عباس عطية اللي محسوب ايضا على المدربين الشباب مدربين حققوا الكثير الكثير كابتن حازم ظهوركم بهذا المستوى وتغلبكم على فرق كبيرة خلال خمسة ادوار من المرحلة الاولى يقلق ادارة الحدود في القادم لانه الان استفزيتم الفرق الجماهيرية والكبيرة بهذا الادا و بهذه النتيجة ولعل فوزكم على الطلب احد الفرق الكبيرة يمكن دق ناقوس الخطر على الاندية اللي تمتلك كل شيء نجوم وجماهير وبالتالي الان اللقاءات ستكون ربما مثيرة في قادم الايام سيد محمد اتكلم بصراحة انه احنا كان هدفنا انه بعد العودة للمنتاز ان نظهر بشخصية مختلفة عن السنوات السابقة اولا لازم نخير من فكرنا لازم نغير من شخصيتنا داخل الملعب لازم يكون عندنا ثقافة الفوز اختيارنا الملعب الشعب الدولي ما اجع عن وليد الصدفة لكن عندنا ايمان وقدرات وامان مطلق بالكادر التدريب واللاعبين لان نمتلك جودة باللاعبين اعتقد انه طموحاتنا لا توقف عند حد معين احنا هدفنا انه ندخل كل مباراة انه يكون نقدم الفريق والاداء الجيد واللي هدا رح ينعكس ان شاء الله يحققنا تجيد ايجابية سواء كان ثلاث نقاط او تخرج بمحصلة جيدة اعتقد رسمنا هذا الموضوع خلاله ركزنا على الخمس جولات وكان ست جولات انه كانت مباراة معناد القوة الجوية لكن تم تأجيلها الى بعد الفترة الفي بي داي والمباراة المنتخب الوطني عملنا خلال هذه الفترة انه نكون نوعية من اللاعبين واعتقد كانت النتائج ايجابية جدا خصوصا في موضوع المحترفين كان ان بصمة كانت تعاقدات على مستوى الحدث لاعبين محترفين على مستوى عالي لاعبين منتخبات وطنية بعمار صغيرة كذلك في جودة في الاداء مثل ما تعرف استاذ محمد اعتقد خلال خمس مباراة الطاكن طبع جيد انه فريق شخصيته كبير منها باي فريق نعم احترامات كل الفرق اللي موجودة بالعشرين لكن نمتلك الثقة نمتلك القدرة نمتلك المفاجآت لان تعرف تريد تكون فريق لازم يكون عدك هناك بدلاء على طول الموسم عدنا تقريبا بعد مفاجآت اكثر من 7 الاثمان لاعبين يستحقون ان يكون بالتشكيلة الاساسية وهذا الطانع قوة انه نكون اي لاعب يلعب راح يكون هناك نتيجة ايجابية عن طريق الاعداء الفني لكل لاعب وهذا مرونة بالجانب التكتيك والفني الدوري الان توقف شهر رغم يعني شهر انا احس طويل جدا هذا التوقف هل سيخرجكم من الفورمة لان انتو دخلت الان المسابقات والندية والاثارة لذلك الان ستتوقفون لمدة شهر هل سيؤثر على الاداء المستقبل الى سيما انه مباشرة رح تلعبون مع فريق متصدر هو القوة الجوية فهذا الشهر شون رح تتعاملون مع الايقاف الاثراري استاذ الحمد تعرف هاي فترة التوقف فترة اجبارية مثلا بموارات الفي با دي اعتقد هاي فترة التوقف احتمال تخدم فرق احتمال ما تخدم فرق اعتقد هنا التوقف الفيفا دي ثلاث تيام لكن هذا بعد امر واقع ثلاث تيام واربع تيام بكل العالم بس بالعراق شهر اعتقد بالنسبة للفيديو دي تقريبا سبع تيام او ثمان تيام تم اضافة يومين بالنسبة انه فترة اعداد بولاة كأس العالم لكن ايضا اكثر الملاعب اللي يتابع الوزارة الشباب رح يكون هناك زراعة البذور الشتوية واستغل هذا الجانب الاتحاد العراق في تيام مباراة اخرى للمنتخب الوطني اعتقد الملاعب تحتاجها صيانة خلال هذه الفترة لان عمل زراعة البذور الشتوية اعتقد هي اخر فترة الى ونحن نتحمل من منظومة اتحاد كرة القدم لان تعرف الوزارة معطي الملاعب للاندية وهذا جانب اعتقد فني وهندسي بالنسبة الوزارة الشباب والرياض ودار التنمية الاقالين اعتقد الفترة الانتقالية خلال هذه الخمس جولات بين الفترة الاولى والفترة الثانية لانطلاق الجولة السادسة اعتقد فترة طويلة لكن نحتاج انه نعمل اعتقد ان شاء الله سيكون الجلسة اليوم مع الكادر التدريبي الاستلام البرنامج خلال هذه الفترة الانتقالية اليوم او السبعة مثل ما تعرف ايضا نتوقف اخر دوري يتوقف يبدأ من يوم 24 11 وينتهي يوم 26 12 ايضا توقف لمطولة الخليج نعد للسبع مباريات القادمة انه نطلع بحصيلة جيدة من النقاط التواصل نجاحات الفترة المقبلة مثل ما تعرف استاذ محمد اعتقد العملية كبيرة خصوصا احنا كفريق نادي الحدود فريق شاب لكن نمتلك طموحات كثيرة نمتلك شخصية داخل الملعب ان شاء الله ما نتوقف عدى هذا الحد ان شاء الله نظهر مميز وان شاء الله فتتوقف نعد العدة ونبقى على سلسية نجاحاتنا المتواصلة يعني هذا ما نتمناه حقيقة عندما يظهر فريق الحدود بهذا المستوى الملفت للنظر بالتأكيد هناك الكثير من الجهود اللي عملت حتى تصل بالفريق لهذه النتائج عكس اندية ربما انطلاقاتها كانت مو من ضمن الحسبان اندية تمتلك مدربين كبار تمتلك لاعبين تمتلك ادارة نموذجية لكن للأسف الشديد يعني خلال الخمس ادوار اللي شاهدناها في تقييم للعمل العام نشاهد انه الفرق بعيدة كل البعد عن النتائج وربما كانت ندائجهم مفاجئة في الوقت اللي يظهر نادي الحدود بهذا المستوى الرائع وهذا طبعا تجير الى الادارة يعني حقيقة الادارة عملت الكثير الكثير حتى تخلق حالة من التجانس وحالة من التفاهم لانه كنا نعرف عوامل نجاح اي فريق هو الادارة والمدرب واللاعبين فانتم بالتأكيد يعني قدمتم الكثير حتى تستمر عملية انجاح عاد النعمة واللاعبين والنتائج كابتن حازم نعم سيد محمد اعتقد هذا من مسؤوليتنا الاولوية انه كيف انه نوفر السبل الرئيسية والمرتكزات الرئيسية للنجاح حيث اختار اذا الفريق يحتاج الى ديمومة يحتاج الى امور مالية يحتاج الى زخم بالمكافآت واعتقد احنا بهذا الجانب انه كل مباراة يتحقق الفوز المكافآت لان هذا رح يطيك الجانب المعنوي وهذا اهم شي المميزين بهذا الجانب ومتابع كرة القدر لاعبنا العراق من النوع اللي يحتاج المعنوي تعرف هذا الجانب المعنوي يتغلب عن هواي امور تكتيكية داخل الملعب احنا بهذا الجانب وممفرين كل الامور مطين المساحة الكافية للمدرب الكافتين عادل نعمة نتعامل وياه كواحد من المدربين اللي نؤمن بقدراته وان شاء الله رح نكون الرقم مميز ونبقى على طيلة الموسم ان شاء الله بإذن العبيد يحتاج الى صبر يحتاج الى عمل يحتاج يتاج الى تخطير نعم كابتن حازم الامور المالية كيف تغلبتم عليها لاننا نعلم علم اليقين انكم تعانون من الغياب الدعم المالي يعني باستثناء بعض الاستقطاعات البسيطة يعني كان الله في العون لكن ما شاء الله نشوف يعني هاي الأمور ما وقفت عائق ازاء تحقيق النجاحات شون دبرتوا الامور يعني لدينا نعرف والله استاذ محمد انا تدري صريح بهذا الجانب اعتقد احنا امكانيات المادية للنادي محدودة يعني ما تقدر انه مثلا تتحرك على بعض اللاعبين اللي يسعرهم العالية لكن عززنا بجانب آخر هو جانب الالكم استطاعنا في تجهيز التعاقد مع شركة شوفر للموسم الثاني وهذا اضافن مورد مالي ثاني استطاعنا في انه نخلق توليفة مميزة من اللاعبين سواء كان الشباب او اللاعبين الخبرة اللي سبق المثل والفريق وتم استقطابهم من بعض الفرق مثل الطلبة الميناء النجف الامانة بغداد الحمد لله وشكر نعمل وفق السراتيج عملنا وفق قدراتنا المالية ما نبحث عن الرنج العالي اللي مثلا تقول علي السادة محمد لكن من تتعامل بواقعية تتغلب على هذه الامور المالية ان شاء الله ما راح نوقف على هذا الحد ان شاء الله نعزز من القدرات المالية تعرف الجانب الانكم جانب مهم مهم جدا قلت لك قطعنا شوط مع شركة شوفرية وخلال الايام القادمة ايضا راح تكون هناك شركة رائية للنادي وان شاء الله نحاول في هذا الجانب انه نعزز من القدرات المالية واللي راح ينعكس بصورة عامة على فريق كرة القدم ليس فريق على كرة القدم فقط وانما على بقية الالعاب ان شاء الله يعني كابتن حقيقة ايضا موضوع لازم يعني اثيرة انه انتو ما اعتمدتوا على اللاعب السوبر واللاعب النجم واعتمدتوا على اللاعبين الشباب المطعمين ببعض اللاعبين اللي يمتلكون الخبرة واللي كانوا معاكم لذلك يمكن اليوم وصلتوا رسالة انتو مفادها انه النجم مو كل شيء يعني دائما الشاب الطموح يقدم الكثير الكثير لانه شفنا اندي مدخمة بالنجوم ما حققت ما حققنا هذه الحدود تشاطرني الرأي ام لديك رأي اخر في هذا الموضوع بالعك سيد محمد رأيك كان ثاقب وواضح ومثل ما تقول خليت نقطع الحروف اعتقد اللاعبين السابقين المواسم السابقة اللي فقدناها مو اعتقد انه نوع من الولاء للنادي وخصوصا وكان من هبط الفريق والله كانت على اتصال دام انه زعجة وتعرف هذا النادي صاحب فضل عليهم اللي وصلهم للنجوم اللي لعبوا عندي كبيرة لكن تعرف هذا الجانب من استقطبنا اكثر من 7 الى 6 لاعبين سبقا مثلوا النادي هذا الجانب قطع عنه مساحة كبيرة لان تعرف اللاعب هو ابن النادي اللاعب نعرف امكانيته كذلك عملية تجانس بين المدرب والادارة تعرف مثل تجيب فريق من 18 الى 17 لاعب و19 لاعب في فترة قصيرة خلال شهرين تحتاج الى عمل وشوفت اكثر الفرق اللي موجود بالدوري عانت من هذا الجانب لكن احنا عودت مصطفى محمود عودت سيف جاسم عودت محمود عيال عودت في الرجوع الى النادي وانحنا من قصرين وانشاء الله وهم ايضا انه الجانب الفني انعكس وعودة شخصية الحدود بهذه المجموعة اللاعبين بضافة الى خمس لاعبين محترفين على مستوى كانوا بقدر المسؤولية وتعرف حسنا الآن ببداية المتوق 33 جولة لازم نكون عد هذا الرتم ما نتوقف عد موضوع معين يعني ما نتوقف اليوم وليوم ونادي الحدود فتقلب على نادي الطلبة انتهى لا بالعكس انه لازم نعزز هذه الثقافة ونولدها عد اغلب اللاعبين تعرف هاي اللاعبين اكثريتها شخصيتهم كبيرة مثلوا اندية الزوراء الميناء الطلب الشرطة محتاجين هاي نوعية لاعبين والحمد لله شكر ماشي الامور وان شاء الله نحقق الانجازات الاكبر اكبر ردك الحدود يلاقي الطلبة عاد النعمة الابن البار لنادي الطلبة يخوض مباراة امام استاذه ومدربة ثائر احمد لكن شاهدنا شيء يعني نرفع للقبة على العاد النعمة بعد المباراة راح وقبل جبين مدربة الكابتن ثائر احمد هذه المباراة الحقيقة يمكن لها مآثر كثيرة عندما يقود التلميذ فريق امام استاذه كنتوا تخشون هاي المباراة كادارة كعاد النعمة وانت قريب من الجهاز الفني كابتن بالعكس استاذ محمد انا اعتقد قدراتنا الفنية انا كنت قبل المباراة مرتاح بالنسبة لان نمتلك نوعية لاعبين وعملية الاستقرار التدريب وكذلك عملية هضم الواجبات انطانة اريحية انه نتلم وراء تعرف فريق الطلبة خسر مع فريق نفط ميسان وكان مضغوط اعتقد مثل ما اتكلمت بهذا الجانب نقطة مضيبة بعيدا عن الجانب الفني بعيدا عن تيتش المباراة هو الحال اللي بموقع تواصل الاجتماعي تقبيل الكابتن عاد النعمة الكابتن الكبير ثائر احمد وكذلك بعد انتهاء المباراة اغلبية جمهور الطلبة اعتقد المخصورة الجانبية اللي خلف مربع ناد الطلبة اغلبية جمهور حي الفريق واثنع الفريق واعتقد ماكو فريق اليوم يتغلب على فريق مثل ناد الطلبة وجمهور يصفق له واعتقد انه تقدر شوف مواقع تواصل الاجتماعي وعيضا ذهب الكابتن عاد النعمة وتشجيع ان شاء الله تعرف يا واحد من اضلاع الكرة العراقية الطلبة مثل ما حق للكل لكن يبقى فريق كبير لكن هذا ما يمنع انه هناك منافسة شرسة هذا الموسم اعتقد من 4 الى 5 فرق الى 6 فرق راح تكون منافسة حقيقية و هذا راح يرتق بالجودة راح يرتق بالأداة و راح يستق بالمحاصل الأخيرة على الكرة العراقية و مستوى المنتخبات الوطنية ربا سائل يتحدث و يقول انه الحدود ما يلعبون بضغوطات الجماهير لانه الان الانديا الجماهيرية كنا نعرف تتعرض الى ضغوط جماهيرية في حال عدم تحقيق النتيجة او عدم تقديم الاداء لذلك الحدود يلعب بأرياحية و هاي النقطة يمكن انتو يعني حسبت لكم هل هذا صحيح كابتن انه غياب الجماهير كان عامل مساعد على تحقيق نتائجكم الايجابية اعتقد هذه النقطة نقطة مهمة سادة محمد احنا كمجلس ادارة متحملين هذا الضغط تعرف احنا مو مجرد انه يكون النادي جماهير او مجمال تعرف النادي مرتبط مؤسسة عسكرية مؤسسة عسكرية تعدادها يوصل من 34000 الى 38000 مؤسسة عريقة تمتد من الشمال الى الجنوب ايضا من حقها انه يكون فريق كرة القدم انه يظهر بمظهر مميز احنا بعدنا هذه الضغوطات عن الفريق بصورة عامة سواء عن كاد التدريبي او اللاعبين كمجلس ادارة تحملنا الضغط اعتقد من هبط الفريق كنا تحت الضغط لكن الضغوطات احنا كمجلس ادارة نتحمل الضغط في كل سواء كان من المؤسسة او من محبين النادي او من مواقع التواصل الاجتماعي نعم كل تركيز الفريق من طبل الكادر التدريبي وكل الضغط احنا نتحمل كمجلس ادارة نعم سؤال فني يعني انا سيلك انت ايضا الرياضي سابق والان تعرف استاذ محمد هذا جانب جانب فني يعني اجوز اتجي بعض المباريات ما تقدم مستوى خسارة تكون طبيعية لكن قلت لك كل هدف ندخل بكامل تركيز بكامل تنفيذ الواجبات الخططية والتكتيكية اعتقد فريقنا يمتلك الشخصية القوية حتى وان خسر لكن يعود بسرعة عكس الفرق اللي اعتقد هس اكو بعض الفرق فرق كبيرة لكن تعرضت الى هزات ما قدرت انه تعود لا بجولة ولا بجولتين ولا بخمس جولات نقدر انه نواصل هذه الزخم ان شاء الله اذا عبرنا مباراة ندخل قوة الجوية راح نذهب بعيدا وعدنا بعض المباريات اللي هي كل مباريات صعبة لكن بعض المباريات راح تكون ملعبنة مع فرق اللي مستوانة وانا اعتقد هذه الفرق اللي مستوانة تكون المباريات اخطر من الفرق الجمالية يعني مباراة القوة الجوية مون عطف بالنسبة لكم استاذ حازم مباراة القوة الجوية مون عطف اكون او لا اكون اعتقد مباراة القوة الجوية مثل ما تعرف له مباراة راح تكون قيمتها الفنية عالية مع فريق مصدر يمتلك 13 نقطة مع فريق صاحب المركز الثالث اللي يمتلك 11 نقطة عملية انتقال المبارات القوة الجوية المبارات الجولة اللي بعتها راح تكون هناك انعضافة حقيقية للفريق ونرسم سياستنا انه للمستقبل بعد توقف بطولة خليج وكذلك عملية الانتقالات الشتوية نعزز لبعض المراكز اللي نشوفها بعض المراكز اللي نحتاج لاتعزيز وان شاء الله نعبر مبارات القوة الجوية وترسم ملامح الصور الحقيقية للفريق يعني أنا أتمنى المنفقية والنجاح لفريق الحدود ولحضرتك وللكادر التدريبي سعيد جدا بحضورك الكريمة أتمنى المنفقية والنجاح لإدارة نادي الحدود وإلى العزيز فؤاد الركابي رئيس الهيئة الإدارية ولك كابتن حازم قيموز أمين سر إدارة نادي الحدود والمشرف العام على كرة النادي طبعا بالتأكيد نادي الحدود بصراحة علامة مضيئة في مباريات الدوري لحد الأسبوع الخامس فريقا كبيرا بكل المعاني خمس مباريات لم يخسر خمس مباريات قدم أداء كبير وربما كل الجهود بالفوز على فريق الطلبة الجريح أرجع وأقول الجريح خسارتين متتاليتين للطلبة ضربتين بالرأس يوجع لكن الحدود أكد للجميع أنه فريقا يمتلك مواصفات البطل وربما سنشاهد مباراة أمام القوة الجوية بإذن الله تعالى عند عودة مباريات الدوري لأن هذا التوقف رح يولد الكثير الكثير اللي إحنا بصراحة يعني بتساءل ليش الدوري يوقف شهر يعني على كل هاي موضوع البذور ومدري إيش والهادي ما كنا نشوفه ترى قبل يعني ترى نهم عندنا ملاعب قبل وشي وكل الملاعب حلوة وجميلة وجنا نلعب عليها أما تتوقف حتى تنسقي ومدري إيش ما أعرف يعني عموما سادتي الأكارن مستمرين معاكم في هذه الحلقة ونذهب بكم إلى أروقة النادي العريق نادي آليات الشرطة اللي استطاعت إدارته أن تؤهل ملعب النادي بعد أن شمرت عن سواعدها أو ساعديها لغرض إعادة تأهيل هذا الملعب إذ افتتح رئيس الهيئة الإدارية لنادي آليات الشرطة اللواء الركن ماجد فالح الموسوي قائل شرطة بغداد ملعب نادي آليات في قلب بغداد الحبيبة بخلته الجديدة بعد إعادة إعماره وتأهيله حيث تم افتتاح الملعب بحضور رواد النادي ولاعبيه السابقين اللي جرى تكريمهم على إنجازاتهم السابقة اللي قدموها خدمة للنادي العريق أيضا جرى اجتماع لأعضاء الهيئة الإدارية للنادي مع رئيس الهيئة الإدارية لمناقشة الأمور والجوانب الفنية والإدارية للنادي وتقييم عمل الفرق الرياضية المختلفة ومشاركاتها بالفعاليات الرياضية حفل الافتتاح حضر نائب رئيس الهيئة الإدارية نهاد علي وعدد من أعضاء إدارة نادي الآليات وهذه لقطات للاحتفاء بعدد من نجوم الآليات الكبير صباح حاتم أوزيبيو العرب والكابتن رزاق حاتم صباح لازم وأيضا عدد من النجوم الكبار اللي يمثلوا نادي الآليات خير تمثيل نتابع هذه اللقاءات اللي أجراها محمد الخفاجي من داخل أروقة نادي آليات الشرطة اليوم تم افتتاح ملعب نادي آليات الشرطة بحضور الرواد الأبطال الذين كان لهم باع طويل في مجال كرة القدم اليوم كرمناهم بحضور الهيئة الإدارية للنادي وكذلك اللاعبين وتكريم بسيط وإن شاء الله جايات أكثر من الرايحات بإذن الله وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهذا النادي وإن شاء الله خطوات جيدة للأمام في كافة الألعاب شكر وتقدير إلى الهيئة الإدارية والقائد الشرطة القداد وإلى كافة كل من قام بهذا العمل وعلى افتتاح هذه الحلية الجديدة للملعب تحياتنا للجميع ونشكركم شكرا جزيلا نشكر الهيئة الإدارية وعلى رأس سيادة القائد على هذا الحفل البسيط وتكريمنا وذكر اللاعبين الآليات دوما يعني مثل ما يقول عدة مرات يعني يذكرون مونا وهذا نشكرهم جزيل الشكر والاحترام والتقدير إلى كافة الهيئة الإدارية وعلى رأسها من الرئيس القائد والمتمثل أمين السور المحترم اليوم يعني قررت الهيئة الإدارية لنادي آليات الشرطة تكريم الأخوة المخارمين لغرض أن نحسسهم بأنهم مفتشي مهم للنادي اللبنة الأساسية لنادي آليات الشرطة تم تكريهم تكريم مادي وتكريم معناه وإن كان بسيط وأيضاً مناسبة ثانية أنه تم افتتاح هذا الملعب لغرض ممارسة لعبة كرة القدم خماسي وغيرها شكراً لكل المتحدثين ونبارك الخطوات الرائعة والالتفات الإنسانية لإدارة نادي آليات الشرطة متمثلة طبعاً بالسيد ماجد الموسوي قائد شرطة بغداد رئيس الهيئة الإدارة لنادي الآليات على تكريمه ودعمه لرموز الرياضة في الشرطة ورموز آليات الشرطة وشيء جميل أنه شائد هؤلاء العمالقة هم الآن متواجدين بين أروقت ناديهم هذا النادي الأبي الكبير اللي يمتلك تاريخ لا يمكن نسيانه سادتي الأحبة من نادي الآليات أصلوا إياكم إلى نهاية هذه الحلقة اللي آمل أن نارت لضاكم واللي أنقل لكم تحيات جميع من كان معي في هذه الحلقة من السوديو البث والكنترول ومن زميلي مخرج البرنامج علي باقر ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى يوم غد وحلقة جديدة بالمناسبة يوم غد عندنا الكثير من المتابعات تابعوها عبر الشوط الثالث من الشرقية حتى يوم غد أقول لكم بمالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة